دكتور مجدي دكتور مجدي بعد الترحيب مرة تانية أهمية المؤتمر السنة دي في شرم الشيخ وإحنا نصفه بأنه ده مؤتمر التنفيذ مش مؤتمر التوصيات وطبعا هو مؤتمر التنفيذ لأنه الحقيقة الجولات اللي عملها الرئيسة فتاح سيسي ولقاءه مع رؤساء وملوك العالم أعد تحضيرا جيدا لنعقاد المؤتمر يعني لم تهتم مصر بتنفيذ المؤتمر فقط ولكن كانت بتسعى أن نتائج المؤتمر تكون مبكرا يعني شبه زي ما بنقول كده يعني تحول جديد في علاقة الدول الصناعية العشرين برفضهم المستمر على مدار 26 سنة منذ حضرت مع أستاذي الجليل الدكتور مصطفى كمال طلبة ودكتور عفتاح الأصاص في إعلان الاتفاقية الأول مرة والرفض الشديد لها حتى وصلنا في 94 لبداية الاعتراف بيها ثم قالوا مش هنعترف وهنعمل بروتوكول كيوتو وبعد بروتوكول كيوتو يعني فين في 2015 لما الرئيس ماكرو نجح أنه هو يفوت الاتفاقية لكن بقي في الملحأ التنفيذي عقب كاود حتى هذه اللحظة اللي احنا فيها هو احنا بنتكلم زي ما حصل في جلاسكو والمؤتمر على آخر لحظة غاية الرأي بنتكلم على خفض تدريجي للوقود الأحفوري ولا التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري فرق كبير جدا لأن خفض تدريجي يعني أنا هستمر في الفح والبترول والكرود اويل والمازوت وكل حاجة لكن التخلص التدريجي احنا موافقين يقول 25 سنة 30 سنة 50 سنة بس يمضو أن مثلا كل سنة هنتخلص 10% من مصادر الفوسل اويل أو الوقود الأحفوري دي الأزمة الحقيقية اللي موجودة في مؤتمرات الكوب على مدارها كلها يبدو يعني والله أعلم كده أن هناك إرهاصات أنه إن شاء الله يعني هتنفك هذه العقدة في مصر يعني وهذه العقدة هتتفك بالمجالين المجال الأول يبقى فيه برضو لازم نحترم أن التكنولوجيا حتى الآن معدتش الـ 350 درجة في الطاقة الشمسية عشان برضو نبقى صديقين مع نفسنا يعني احنا عندنا مشكلة كل الأفران العالية كلها عندك انت حديد وصلم يوريا نشادر كل ده شغال بـ 700 و 800 درجة مئوية فانت الطاقة الشمسية معملتهاش لسه يعني دوبك في نموذج دي ممكن يوفرها مصادر تانية للطاقة يعني ده سؤال يعني هل لو أنا استخدمت هيدروجين هل هيوفر لي هذا الحجم أو هذه القدرات من الطاقة لا لسه هو الحاجة الوحيدة أنهم بدأوا يعملوا في أسبانيا موديول كده أنا زرته بالمرة أنه هو عامل حاجة زي يعني الطبق CSB آه طبقة كبيرة كده الطبق ده ضخم جدا زي الطبق الصناعي بتاع الأمر الصناعي عندنا وبعدين الأشعة بتاعة الشمس تعمل كونسنتريشن لبيم يعني كأنك انت ماسك ضوء زي العادة سالنس خط واحد بس الخط ده بقى متجمع فيه حمل حراري يستطيع أن يوصل بيك ليه 300 و400 و500 آه لكن على طريق السبعمية لسه مجالنا طويل عشان برضو ما نظلمشي الصناعة يعني فيه أزمة تكنولوجية ما وصلناش لدرجة أن احنا نعمل فرن عالي من الطاقة الشمسية وعافية دي ما بتتقالش كتير ولو إنها مهمة لأن انت ليه بتشوف المداخن وفيه جزء من المداخن أنت مضطر تكمل بيه ما عندكش لسه تكنولوجيا تنقلك من هذه المداخن لكن غير كده أنا أعتقد أن الكوب 27 هيكون انفراجة كبيرة في العلاقة ما بين الدول العشرين الغنية وعايز برضو أفكرك بالتصريح وزير البترول السعودي لما قال البترول لسه قدام 40 سنة في تصريح رسم يعني فأنا بقول يعني قادي مؤشر الأوبك نفسها قالت إيه والأويبك نفسها قالت إيه والأوبك بلس أه الأوبك بلس يعني فيه جزء بره الموضوع ما تقدرش يعني مالوش علاقة التكنولوجيا لسه موصلتلون